ساعات طويلة يقضيها هؤلاء أملا في أقل القليل من الطعام مشهد لم تكترث به ديمقراطيات غربية عندما أعلنت وقف تمويل وكالة الأونروا حتى ولو بشكل مؤقت عقاب جماعي اتخذته الولايات المتحدة ودول أخرى ضد ما يزيد عن مليوني شخص جلهم جوعة ونازحون في قطاع غزة في دير البلاحة استفى المئات أمام مركز توزيع مساعدات تابعا للأونر والحصول على الطعام لأبنائهم قرار وقف تعليق المساعدات وصفه سكان القطاع بأنه وقف لدعم الشعب الفلسطيني بأكمله مصيبة كبرى وكارث الوضع حتى الوكالة هي الجهة الوحيدة لدعم الشعب الفلسطيني وهي اللي عندها الإمكانية لتقديم المساعدة فقطع الدعم عنها هي قطع الدعم عن الشعب الفلسطيني وبالتالي الأوضاع السيئة حجسوا أكثر ومع حركة النزوح الكبيرة من شمالي القطاع إلى جنوبه تتعالى الأصوات المحذرة من مجاعة في غزة بعد قرارات وقف دعم الوكالة لأنه عندك 2 مليون ومتين لاجئ مهجر نازح من الشمال للجنوب وهدول من غير مأوى ولا طعام ولا شراب ولا شيء زي ما أنت شايف والعالم شايف إذا الناس هذه ما توفر لها الغداء إحنا مقبلين على مجاعة وكارث معاناة سكان القطاع المستمرة وتدهر أوضاعهم الإنسانية يوما تلو الآخر دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى مناشدة جميع الدول ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة محذرا من أن المنظومة الإنسانية في غزة تتداعى جراء الهجمة على الوكالة التي تمثل عمودا فقريا لجميع الجهود الإنسانية في غزة وصف جوتيريش تجلى فيما سردته تلك المسنة التي تنتظر دورها للحصول على الطعام أنا واحد من الناس لا عندي ولاد يصرف علي ولا عندي زوج أنا أرملة ولولا الوكالة اللي بتعطينا إياه قبل لك يشأكل نوقد وفيه زي أرامل اكتاب تصريحات جوتيريش تزامنت مع تحذيرات مدير منظمة الصحة العالمية من أن وقف تمويل الأونروا سيكون له عواقب وخيمة على سكان القطاع منوها كذلك إلى أن خطر المجاعة مرتفع للغاية ويتزايد يوما بعد الآخر ومنذ السابع من أكتوبر استشهد نحو 153 من موظف الأونروا في غزة من أصل 13 ألفا إجمالي موظف الوكالة في القطاع فيما أعلنت الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أخرى تعليق مساهماتها في الأونروا حتى الآن مناشدات دولية مستمرة لمراجعة قرارات تعليق المساعدات للوكالة وسط تحذيرات من مجاعة في القطاع الذي يعيش سكانه كبوسا منذ أربعة أشهر ويفتقدون حتى أبسط مقومات الحياة ترجمة نانسي قنقر